هجروا من بغداد بعد الأحداث الطائفية التي شهلتها العاصمة عام 2006 يسكنوا أرضاً ملكتهم إياها الحكومة وقامت ببنائها لهم منظمة الأمم المتحدة أكثر من أربعين عائلة تستعد للرحيل من مدينة البكرلي وسط مدينة الحلة بمحافظة بابل بعدين سكنوا في المدينة لعدة سنوات وفق عقود من قبل الحكومة ومجلس المحافظة أهل المنطقة فوجئوا بظهور شخص يدعي أنه صاحب الأرض التي يسكنون فيها ليطالبهم بترك منازلهم أو دفع مبالغ مالية بدلاً عن ثمن الأرض المواطنون طالبوا الحكومة بإيجاد حل لمشكلتهم التي وضعتهم فيها لا سيما وأنهم لا يملكون الحلول في ظل تدهور حالتهم الاقتصادية والمادية سكوت هذا الشخص عن المطالبة بالأرض التي يدعي امتلاكها طيلة الفترة السابقة أثر شكوكاً لدى أهالي البكرلي لا سيما مع عدم استجابة المسؤولين في المحافظة لمطالبهم إذن معاناة جليلة تضاف إلى قائمة طويلة من المشاكل التي يعيشها أهالي منطقة البكرلي حيث إن المنطقة تعيش بلا خدمات أو مياه صالحة للشرب منذ سنوات بالإضافة إلى انتشار الأمراض والحشرات بسبب انتشار أكوام النفاية في المنطقة